على عكس ما توقعت أثناء مراجعة الجزء الثامن من سلسلة أفلام The Fast and the Furious الجزء التاسع ما اسموش دفحت The Furious وأحداثه ما بتدورش في الإسماعيلية ولكن اسمه F9 وأحداثه بتدور في كيبورد تقريبا F9 زي ما قلنا هو الجزء التاسع في سلسلة أفلام The Fast and the Furious وهو الفيلم العاشر في عالم الأحداث لو وضعنا في الاعتبار فيلم هوبز أن شو المتفرع من السلسلة بتاعتنا وهو فيلم متاح فقط للعرض السينمائي وموجود في السينما في مصر في تصرف عجيب الحقيقة مش عارف يعني ايه فيلم جديد وموجود في السينما في مصر وأحداثنا بتبتدي مع رسالة استغاثة من مستر نوبادي بعتها لفريقنا أثناء تعرض طيارته للهجوم بيوضح فيها أن الطيارة كان عليها جهاز مهم وحساس وهو خايف من أنه يقع في إيد الناس الغلط فريقنا بيتوجه سريعا لموقع حطام الطائرة عشان يحاول يفهم إيه اللي حصل ويحاول يستعيد الجهاز ولكن عمليتهم نفسها بتتعرض للهجوم والجهاز بيقع في إيد جيكوب الأخ الأصغر لضم عشان نكتشف فصل جديد في التاريخ المظلم لعائلة توريتو ودلوقتي الفريق بقى محتاج يتجمع مرة أخرى عشان يواجه الخطر الجديد ويمنعوا جيكوب وفريقه من أنهم يستكملوا مخططهم الشرير فيا ترى إيه اللي حيحصل سلسلة The Fast and Furious لها تاريخ طويل معايا الجزء السادس رجعته على موقع فيلم جامد من قبل ما يبقى فيه قناة أصلا الجزء السابع رجعته على القناة بمجرد عرضه والجزء الثامن كذلك رجعته على القناة بمجرد عرضه وفي كل مرة كنت بسأل نفسي سؤال مهم جدا مع التصاعد المستمر في تحدي المنطق وفي تقديم سيناريوهات أكشن لا يمكن تصدقها وفي إقحام شخصيات جديدة ونجوم جديدة إمتى الناس حتزهق؟ إمتى الناس حتخرج من السينما بعد مشاهدة أحد أفلام The Fast and Furious ويقولوا إن السلسلة ما بقاش عندها حاجة جديدة تقدمها بعد F9 أقدر أقول إننا للأسف قربنا الفيلم في رأيي الشخصي خطوة للخلف في مسيرة السلسلة لا خطوة للخلف حرفيا يعني زي ما يكون ما بقاش عندنا ساعة إن إحنا ناخد مكوناتنا للأمام فقررنا نرجع بيها الوراء مش قادرين نخترع قصة جديدة فرجعنا للماضي وزرعنا قصة مش قادرين نخترع شخصيات جديدة فبنفقد الشخصيات اللي جعلت الأفلام الأخيرة متيرة للاهتمام وبنمد إيدنا في شنطة العربية عشان نرجع شخصيات قديمة مش لقيين أسباب تدفع فريقنا لإنه يدخل في مغامرة جديدة فبنرميهم في أي مغامرة بشكل عشوائي بعد بس دقيقة واحدة بالضبط من التردد وبنطلب من المشاهد إنه يستمتع طب بإيه؟ سباقات العربيات لا جديد مشاهد الاشتباكات بكل تأكيد لا جديد الدراما؟ لأ بقولك إيه إحنا مش جايين نهزر مكونات القصة بتاعتنا لسه فيها الجهاز السحري ولسه فيها هاكر بتقدر تعمل أي حاجة في أي وقت بدون أي تفسير طب الكوميديا؟ للأسف رصيد طيريس جيبسون ولود كريس نفذ تماماً طب المطاردات؟ الحقيقة في المطاردات بالتحديد لسه فاضل شوية متعة مع تقديم عنصر المغناطيس أنا مش هعتبر ده حرق ولا حاجة يا جماعة بس في الفيلم فيه ظهور متكرر لسوبر مغناطيس والصراحة توظيفه كان جيد والتلاعب به كان موفق فبشكل عام على مستوى التجديد الفيلم متراجع قوي والمكونات القديمة بعضها ما بقاش كفاية وبعضها بقى لا يطاق فريقنا بيرجع المرة دي فيه غياب ديكارد شو اللي كان بيجسده جيسن ستادم واللي كان من أفضل العناصر في الجزء الثامن وفيه غياب لوك هابز اللي كان بيجسده دوين جونسون واللي كان من الإضافات القيمة للأفلام الأخيرة من السلسلة بكل تأكيد وده لأن الثنائي فضلوا إنهم يعملوا الفيلم المتفرع هابز أنشو عن إنهم يظهروا في الجزء التاسع وعلى ما يبدو طبعا قرارهم كان صحيح فالفيلم قرر يجيب مين بقى عشان يملأ الفراغ الكبير ده جون سينا المصارع المحبوب والمستعرض الناجح وصاحب أقل الوجوه تعبيرا ما بين كل مخلوقات البشرية عشان يقدم لنا أكشن قليل وتمثيل كتير جدا جون سينا بشكل عام مش من المصارعين اللي اتجهوا للتمثيل اللي أقدر أقول إن ييجي منهم ومع ذلك كان ناجح في أفلام الكوميديا وناجح بشكل أقل في أفلام الأكشن اللي المفروض إنها ميدانه الرئيسي فما بالك لما جيبه فيلم أكشن مجرد تماما من الكوميديا وأخليه أكتر واحد يمثل جون سينا بيقدم شخصية معقدة وصعبة والراجل يعيني ما يقدرش واللي حواليه مش مساعدينه أنا عموما ما كنتش معجب قوي بنمو وعدد الشخصيات في السلسلة والفيلم ده عدد الشخصيات فيه مش قليل ومع ذلك حسيت إنه فاضي جدا والاعتماد على قصص الماضي وإعادة شخصيات قديمة كان مربك أظن إنه مش سر إن شخصية هان بترجع في الفيلم ده في واحدة من أرخص منورات استمرارية الأثر الرجعي في التاريخ بس المشكلة مش إنني كمشاهد أقتنع بيها أو مقتنعش المشكلة إنني مش فاكر مش فاكر خط الشخصية ومش فاكر الشخصيات اللي تفاعل معاها ومش قادر أجمع حتى عودته دي إيه أثرها على باقي الشخصيات هو حضرتك فاكر إن أنا كنت بتفرج وأنا مركز في الأفلام اللي فاتت ما هو مركز دي يعني كنت بفكر وأنا لو كنت عاوز أفكر كنت هتفرج على دا فاستان دا فوريوس حقيقي متخيل إن أنا لسه فاكر إيه اللي حصل في توكيو دريفت أنا مش فاكر إيه اللي حصل في بداية الفيلم ده أساسا أنا جيت عشان أستمتع بالأكشن بالعربيات بالكوميديا وملقتش عندك إلا فكرتين بس جداد واحدة منهم فعلا كانت نكحة والتانية كانت مجرد مبلغة مقحمة ومتعمدة الهدف منها إن الناس تطلع من السينما تكرر نفس الجملة الحمضانة الفيلم ده بيتحدى كل قواعد الفيزياء لا حلوة وجديدة مفيش ولا وش من الوشوش القديمة لسه مطير للاهتمام ولا حتى فيهم حد عنده جانب جديد يستحق الاكتشاف فيه اعتماد كبير على كاريزما فان ديزل واللي كان كسلان في الأفلام الأخيرة ووصل لأقصى درجات الكسل في الفيلم ده وفيه اعتماد آخر كبير على شعبية وحضور جون سينا وده نتج عنه نكتة بالخطأ المفاجأة إنها كانت فعلا بتضحك فيه عالم أفلام ده فاست ان دافوريوس اف ناين بالعافية شغال مش هننكر مجهود المخاطرات مجهود الخدع مجهود تصميم المطاردات وقلعيب العربيات بس كل ده ما يملاش الإحساس العام بالفراغ فراغ في الشخصيات فراغ في التفاصيل داخل المشاهد المتكررة فراغ حتى في وجود أفكار مبتكرة ولكن داخل سيناريوهات متكررة فراغ في الضحك فراغ في الإثارة والحاجات دي كلها لو ما تحسنتش في الجزء العاشر فأعتقد إنه هيكون وداع حزين للسلسلة تقييمي لفيلم اف ناين هو أربعة من عشرة والحمد لله فيه مشهد بعد تيتر النهاية بيحمل بارقة أمل منقشة الحلقة هل تعتقدوا فعلا إن الجزء العاشر هيكون نهاية السلسلة زي ما بيقولوا ولا الحلب حيستمر ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك و تويتر و نيمو و انستجرام و باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر